نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري ووضح المركز أن جميع الشركات العاملة في خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص بزولة مسبق من البريد المصري مشيرا إلى أنه لا توجد أي شركة مرخصة تحمل شعار البريد المصري أو العلامة التجارية الخاصة به ونشد المواطنين بضرورة التأكد من حصول أي شركة من شركات الشحن والتوصيل على ترخيص من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها مشددا على أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين واستغلالها العلامة التجارية للهيئة القومية للبريد